السلام عليكم اليوم العالمي لصحة الفم تخلص من رائحة الفم الكريهة بهذه النصائح في اليوم العالمي لصحة الفم الذي يتم للاحتفال به في عشرين مارس يصاب البعض برائحة الفم الكريهة لعدة أسباب ولكن السبب الطبي يرجع إلى البكتيريا الموجودة في الفمه السبب في صدور رائحة الكريهة وأوضح التقرير المنشور عبر موقع حلف 6 أن استخدم زيت شجرة شاي محارب رائحة الفم الكريهة ما هي أسباب رائحة الفم الكريهة العامل الأكثر شيوعا لرائحة الفم الكريهة هو سوء نظافة الفم فإذا لم يتم الحفاظ على النظافة فقد يؤدي ذلك إلى تكوين الترسبات طبقات لزجة من البكتيريا على الأسنان حيث تترسب جزيئات الطعام وتسبب مشاكل في صحة الفم بما في ذلك رائحة الفم الكريهة ويمكن أن تكون رائحة الفم الكريهة أيضا بسبب تناول الأطعمة ذات رائحة القوية مشاكل في المعدة مثل الإمسك التهابات الفم جفاف الفم كيف يساعد زيت شجرة شاي في محاربة رائحة الفم الكريهة يمكن استخدام زيت شجرة شاي في منتجات الرعاية الصحيات للفم لأنه يحارب بكتيريا المرتبطة برائحة الفم الكريهة وفقا لبعض الدراسات كما أنه مضاد للبكتيريا ومضاد للفطريات ومضاد للأكسدة كيفية استخدام زيت شجرة شاي لعلاج رائحة الفم الكريهة يمكنك استخدام غسول فم طبيعي باستخدام هذا المكون وأضاف قطرتين من زيت شجرة الشاي إلى كوب من الماء الدافئ واستخدمه كغسول للفم مرتين في اليوم ونظرا لأنه مضاد للبكتيريا فهو يساعد على قتل البكتيريا وبالتالي يمكن أن يجعل فمك يشعر بالانتعاش يمكنك إضافة القليل من أوراق النعنع إلى غسول الفم للحصول على رائحة أفضل في حين أن زيت شجرة شاي لهما زياه الخاصة يجب على بعض الناس تجنب استخدامه وهذا يشمل الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلد أو الطفح الجلدي أو أولئك الذين يعانون من جروح أو قرحة في الفم وتذكر أن مجرد استخدام زيت شجرة شاي لن يحل مشكلة رائحة الفم الكريهة انتبه لما تأكله وحفظ على رطوبة جسمك عن طريق شرب كمية كافية من الماء والعصائر الطازجة تحتاج إلى الحفاظ على نظفة الفم الجيدة أيضا لذلك تنظيف أسنان كاميرتين في اليوم أمر ضروري يجب أيضا تدليك اللسة وتنظيف اللسان وشطف الفم بعد الوجبات بغسول الفم وها هنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أرجو أن يكون قد نال إعجابكم ترجمة نانسي قنقر